اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين ايران تستثمر 6 مليارات دولار في النفط لمواجهة الحظر الامريكي وروحاني يؤكد ان معظم دول العالم تعارض العقوبات سائقوا شاحنات نقل المحروقات في تونس يلوحون بالاضراب ومخاوفوا من ازمة وقود في البلاد وفي النشرة ايضا شركة هواء الصينية تقادل حكومة الامريكية وتتهمها بخلق دستور البلاد اهلا بكم وصف الرئيس الايراني حسن روحاني معارضة معظم دول العالم للعقوبات ضد بلاده بالانتصار السياسي وذلك تزامنا مع اطلاق مروحة وسعة من المشاريع الاقتصادية في البلاد وعلى رأسها بناء سكك حديد ومصانع ومشاريع زراعية وسياحية وثقافية متنوعة قال الرئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني ان الغالبية العظمى من دول العالم تعارض العقوبات على بلاده وان هذا يعد انتصارا سياسيا لطهران هنا علاقتنا مع العالم بما في ذلك اوروبا وروسيا والصين والهند ودول الجوار قائمة على المنفعة المشتركة والمتبادلة وبرغم كل محاولة امريكا لكسر ايرادته احرز الشعب الايراني انجازات مختلفة خلال العام الحالي حيث افتتحت اكبر مصفات ودشنا اهم مشروع لسكك الحديد وهو بالمناسبة لا يسعى الى تعزيز الربط المناطقي والنقل فقط بل هو علامة حضرية ايضا على التواصل في مواجهة الجدران التي تبنيها امريكا كلام روحاني جاء اثناء احتفال افتتاح واحد وخمسين مشروعا وبدء العمليات التنفيذية لتسعة مشاريع اقتصادية وبنيوية في مجالات الزراعة والطرق والصناعة والمناجم والاتصالات والسياحة والصحة في محافظة كيلان بدوره اعلن وزير النفط الايراني بجان زنغاني عزم بلاده توظيف سثمارات بقيمة ستة مليارات وثلاثمائة مليون دولار في صناعة النفط الوطنية في خطوة تهدف لمواجهة العقوبات الامريكية المفروضة على طهران وقال زنغاني اثناء افتتاحه ثانية مجمعا للبيترو كيميائيات ان صادرات النفط في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران لم تشهد صعوبات كما هي اليوم فما يحصل هو حرب شاملة تختلف عن الحروب الاخرى لان الضغوط الموجودة لخنق ايران كبيرة جدا لكنها لم ولن تنجح وكانت تجري وزارة الخارجية الامريكية محادثات مع ثمان دول كانت قد استثنتها من العقوبات التي فرضتها على صادرات النفط الايرانية وذلك في مسعى لوقف النفط الايراني بشكل كامل وتعمل طهران منذ اعادة فرض العقوبات الامريكية عليها لاجاد صبول لمواصلة تصدير نفطها الذي يعد احد مصادر الدخل الرئيسة للبلاد يذكر ان واشنطن اعفت في تشرين ثاني نوفمبر الماضي ولمدة ستة اشهر فقط الصين والهند واليونان وايطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية من عقوباتها وهي الدول التي تعد من كبار زبائن النفط الايراني وقعت كل من فنزولا وفلسطين اتفاقا استراتيجيا لانتاج الالماس وتسويقه وذلك خلال احتفال رسمي في كراكاس بحضور اكثر من مائة شركة فنزولية عاملة في هذا المجال الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو كشف في تغريدة على موقع تويتر ان الاتفاقية تنص على التعاون بين شركة فلسطينية واكثر من 154 تحالفا صغيرا لانتاج الالماس في فنزولا اقامت شركة هواوي الصينية دعوة قضائية ضد الحكومة الامريكية بسبب مشروع قانون اقر العام الماضي يفرض قيودا على تعاملاتها في الداخل الامريكي وقالت الشركة انها قدمت الدعوة امام محكمة في تكساس على اساس ان القيود التي تسادفها غير دستورية خطوة هواوي هذه تأتي فيما تحاول واشنطن اقناع حلفائها بمنع التعامل مع الشركة زاعمة وجود مخاطر تتعلق بالتجسس وهو ما تنفيه الشركة على نحو قطعي حذرت الولايات المتحدة المؤسسات المالية الاجنبية من التعامل مع حكومة الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو وهددتها بفرض عقوبات عليها مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي جون بولتون قال ان الولايات المتحدة ابلغت المؤسسات المالية الاجنبية انها ستواجه عقوبات في حال تقديمها اي مساعدات في التعاملات المالية التي يستفيد منها نيكولاس مادورو واضاف بولتون ان الولايات المتحدة لن تسمح لمادورو بسرقة ثروات الشعب الفنزولي بحسب تعبيره الى تونس حيث جددت نقابة سائقي شاحنات نقل المحروقات تهديدها بتنفيذ اضراب في الاسابيع المقبلة بعد رفض السلطات الاستجابة لمطالبهم المادية هذا الاضراب يؤثر في كل المجالات وقد يشل اقتصاد البلاد مراد الدلانس من تونس هذا المشهد تكرر اكثر من مرة خلال السنتين الماضيتين في تونس طوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود بعد تهديد نقابة سائقية شاحنات نقل الوقود بالاضراب مطالبين بتحسين ظروف عملهم منذ ايام هدد السائقون بالاضراب لثلاثة ايام كاملة قبل ان يتدخل اتحاد الشغل ويسمح بمزيد من المفاوضات طالبين تصنيفوا القطاع القطاع هذا يخوصوا المحروقات يخوصوا المحروقات يخوصهم عندهم عدة مشاكل كما عندنا في شيل وكما قانون قانون الاساسي بتاع الشيل وكما تعتطال بتاع الكل هذو ما يلزموا يعملونهم قانون خاص بالقطاع المحروقات والمواد الكيميائية يقول سائقو شاحنات نقل المحروقات ان القانون الذي ينظم عملهم لا ينص على خصوصية وخطورة مهنتهم ويمنحهم الامتيازات المادية والمعنوية نفسها التي يتمتع بها بقية سائق نقل البضائع اخرى قطاع نقل المحروقات قطاع حساس في تونس واضراب من هذا النوع قد يشل البلاد المطلبة متعنا هو تصنيفنا تصنيفنا في المادة نقل فيها حسب المادة نقل فيها حسب النوعية الاختارة نقل فيها ما ينكر حد للبرودوية اللي هو مادة خطيرة ما ينكر حد حد واي مادة خطيرة واي حاجة اي دمان فيه اختار لابد ان يكون عنده خصوصية متعب خلال الاضرابات السابقة لعمال نقل المحروقات حاولت الشركة العمومية الوحيدة في البلاد تزويد الشركات والمواطنين بهذه المادة الحيوية لكن ذلك لم يمنع من حصول اضطرابات كبيرة ونقص حاد في التزويد ما زال التونسيون يتخوفون من عودة توبير السيارات امام محطات بيع البنزين فاضراب سائقي شحنات النقل المحروقات ما زال قائما بسبب فشل الوزارة في التوصل الى اتفاق مع النقابة التي تمثلهم رغم مرور سنوات على بداية الازمة مراد الدلانسي تونس الميدين شهد السودان وتظاهرات في العديد من المدن دعا اليها تجمع المهنيين التظاهرات شملت العاصمة الخرطوم وايضا مدن امدرمان وبحري وشرق النيل ضمن ما سمي موكب السابع من شهر اذار مارس وقد اطلقت الشرطة قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين ولسيما في امدرمان اكد الرئيس اللبناني ميشيل عون عزم الحكومة على تطبيق خطة النهوض الاقتصادي وعلى العمل لتطبيق توصية مؤتمر سادر وخلال استقباله وزير الشؤون الخارجية البريطانية الاستر بيرت قال عون ان الحكومة تعكف على اجراء اصلاحات اقتصادية جدية بشأن الازمات الاقتصادية المستجدة تماشيا مع التعهدات التي قدمها لبنان في مؤتمر سادر الذي عقد في فرنسا من جهته اكد وزير الخارجية جبران باسيل ان لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته في مجال النفط موقف باسيل جاء في رسائل وجهها الى الامين العام للأمم المتحدة والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ووزراء خارجية قبرص اليونان وايطاليا بخصوص مشروع مد خط انابيب غاز بين اسرائيل والدول الثلاث باسيل نبه الى وجوب الاحتكام الى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والاحداثيات التي ارسلها لبنان الى الامم المتحدة وقعت شركة بيرل بيتروليوم الاماراتية وهي اتلاف تقوده شركة نفط الهلال والدنغاز اتفاقية جديدة لبيع الغاز لحكومة اقليم كردستان على مدى عشرين عاما وبموجب هذه الاتفاقية سيزيد الاتلاف انتاج الغاز وبيعه لحكومة الاقليم بمقدار 250 مليون قدم مكعب قياسي اضافي كل يوم بحلول عام 2021 وهذه الزيادة جزء من خطط التوسع التي ينفذها الاتلاف في اقليم كردستان لتعزيز انتاج الكهرباء فيه من اجل تلبية احتياجات المستهلكين يتقدم المواطنون الايطاليون بطلبات للحصول على اعانات اجتماعية جديدة في سياق الخطة التي يطلق عليه اسمه مشروع دخل المواطنين هذا المشروع يعد احد الاصلاحات المهمة للحكومة الايطالية التي يدعمها حزب حركة خمس نجوم زعيم الحركة لويجي دي مايو الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية قال ان الحكومة توافت بعهدها من خلال هذه الخطة يذكر ان معدلات الفقر ارتفعت ثلاثة اضعاف بين العامي 2007 و2017 فالخبر الاخير ارتفع العجز التجاري الامريكي الى على مستوى الله منذ عشر سنوات وبلغ 621 مليار دولار على الرغم من الاجرات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب وزارة التجارة اوضحت انها سجلت ارقاما قياسية في حجم الواردات من الصين والمكسيك والاتحاد الاوروبي ما دفع بقيمة الواردات صعودا بنسبة 7.5% هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية نشكر لكم حسنا المتابعة للمزيد الميدين دوت نت الى اللقاء اشتركوا في القناة